في اليابان طالب رئيس الوزراء يوشوهيد سوغا حكومته ببدل قسار الجهود من أجل إنقاذ الأرواح والبحث عن المفقودين ودعم المتضررين جراء الانهيرات الطينية التي وقعت مؤخرا قرب العاصمة توكيو وعلن رئيس وزراء اليابان مسرع شخصين وإصابة اثنين آخرين وفقدان العديد من الأشخاص وإنقاذ 19 شخص حتى الآن وحدثت الانهيرات الأرضية بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أتامي بوسط البلاد